قبل من أخرج فاصل أنا سعيدة في عودة زملتي الإعلامية المجتهدة جداً إيمان الحسري بعد تقريباً إيه؟ 18 شهر يعني أربع سنتين إيمان كانت غيبة عن الشاشة على شاشة DMC إيمان كانت تعرضت لأزمة صحية كبيرة خطأ طبي أو هكذا هي وصفته ووصفته التقارير أيضاً خطأ طبي تعرضت له وكاد أن يودي بحياتها كاد أن يودي بحياتها حصل لها مشكلة في الأمعاء ثقب في الأمعاء والقولون وإيمان قعدت في الرعاية المركزة يعني كام يوم؟ 30-40 يوم على ما أذكر وتنقلت عشان تتعالج برة لأنه كان موضوع شديد الصعوبة وفعلاً إيمان كانت كنا حنفقدها الحمد لله أنه تم تدخل السريع يعني إيمان بمعجزة تم إنقاذها خدت وقت عشان ترجع يعني خدت وقت الموضوع كان صعب صعب نفسياً صعب جثمانياً ظهرت إيمان في حفل الكباش اللي كان في الأقصر من فترة لكن غابت مرة أخرى وعلى ما رجعت قدرت نها تسترد عفياتها مرة أخرى هترجع إن شاء الله يوم السبت القادم على برنامجها زميلتنا بقى إنجي أنور القادمة من العزيزة الحدث إنجي القاضي عفواً إنجي القاضي العزيزة القادمة من العربية الحدث واللي كانت برضو قطت فترة في مساء دي أم سي رايحة القاهرة الإخبارية إنجي عزيزة علي وبردو بقول لها ألف مبروك يا إنجي مكان يعني يليق بكي وإيمان بقى أنا مبسوطة قوي إنك رجعة سعيدة إنك إنتي رجعة مبسوطة إن أنت استعدت عفيتك تاني وإن شاء الله تستعيدي تقلقك سريعاً وأما فيما يخص القضية فناس كثيرة متخيلة إن إيمان تنازلت عن حقها القانوني لم يحدث ذلك إيمان لم تتنازل عن حقها القانوني القضية مستمرة وبدون أننا أفسح عن تفاصيل كثيرة في تطورات قادمة في هذه القضية القضية دي مش حق إيمان فقط ولكن حق ناس كثيرة ممكن تتعرض لمثل هذا الخطأ لأنه قد يودي بحياتهم طب هي وقدروا ينقذوها ناس تانية كثير ممكن ما تمش إنقاذها فهنا بيبقى الخناقة أو المعركة ما تبقاش على حق الشخص بس بتبقى على حق المجتمع كي لا يتكرر ذلك أهلا بك يا إيمان مرة أخرى نخرج فاصل بقى ونواصل هذه الأحوال